هس هون بالنسبة إلنا الإغتران الأسي لو أنا بدي أوجد له المجال والمدى من غير ما أستخدم الرسم فباجي بحكي قاعدة الإغتران الأسي قاف السين بتساوي ألف ضرب باقوة لام السين إذا كانت عندي ألف عدد سالب فبكون المجال هو عبارة عن مجموعة العداد الحقية المدى بالنسبة إلنا من سالب ما لنهاية للسفر في حال كانت ألف عدد موجب فبكون المجال عبارة عن ها مجموعة العداد الحقية المدى من سفر للمال نهاية نشوف كيف في المثال طالب مننا في المثال هون يجد المجال والمدى والمقطع السيني والصادي دون استخدام الرسم فباجي بحكي في الحل عندي الاغتران الأسي أربعة قوة سين عندوش إشارة معناته بالنسبة لي الإشارة موجبة فبكون المجال مجال الاغتران الأسي دائما مجموعة الأعداد الحقية المدى بما إنه المعامل موجب هاي عنا موجب بقولي المدى من سفر للمالة نهاية هاي المدى من سفر للمالة نهاية ظل علينا إيجاد المقطع السيني والصادي لإيجاد المقطع الصادي لابد من تعويض قيمة سين بتساوي سفر فبنيجي على الاغتران مكان كل سين بعود سفر فباجي بحكي قوافة سفر بتساوي أربعة قوة سفر ومنها أربعة قوة سفر بتساوي واحد فبالنسبة لنا المقطع الصادي هو عبارة عن السفر والواحد هاي هي النقطة اللي بتمثل المقطع الصادي لو بدنا نوجد المقطع السيني المقطع السيني لابد من تعويض صاد بتساوي صفر مين هي صاد هي عبارة عن قافي السين فباجي بحكي قافي السين بتساوي أربعة قوة سين مكان قافي السين بتعوض صفر بتساوي أربعة قوة سين هون منيجي منحكي يا هل ترى في قيمة عوضها مكان سين بطلع عندي ناتج التعويض قيمته صفر هذا الحكي مستحيل يسير فبالنسبة ان هنا لا يوجد مقطع سيني وهيك خلصنا الحل نجعل مثال رقم اثنين باجي بحكي قافي السين بتساوي أربعة قوة سين ناقص 16 بالنسبة ان الاقتران القسي أربعة قوة سين المضروب أو إشارته موجبة فالمجال زي ما قلنا المجال دائما مجموعة الأعداد الحقية المدى بالنسبة اللي راح يكون بما انه موجب زي ما حكينا من صفر للمالة نهاية هاي السفر للمالة نهاية لكن هذا الاختران معطيني هون ناقص 16 هاي السالب 16 بتأثر على قيمة المدى ما بتأثر على قيمة المجال فشو باجي بأعمل باجي بأحكي ناقص 16 على الفترة اللي عندي ناقص 16 فبيصير عندي المدى بالنسبة انه سفر ناقص 16 سالب 16 المالة نهاية ناقص أو زائد أي عدد طبقه كما هي مالة نهاية فالمدى بالنسبة انه لهذا الاختران من سالب 16 للمالة نهاية عند إيجاد المقطع السيني والصادي المقطع الصادي زي ما حكينا بنا نعوض مكان كل سين بتساوي سفر فبيصير عنا قاف السفر بتساوي 4 قوة 0 ناقص 16 4 قوة 0 قيمتها 1 ناقص 16 وتساوي سالب 15 فبالنسبة أن المقطع الصادي هو عبارة عن سفر سالب 15 ظل علينا إيجاد المقطع السيني فبعجي بحكي المقطع السيني المقطع السيني اللي إيجاده بدي أعوض مكان صاد قيمتها سفر مين هي صاد؟ هي قاف السين فباجي بحكي قاف السين بتساوي 4 قوة 0 ناقص 16 مكان قاف السين بدنا نعوض سفر فبتصير عندي 4 قوة 0 ناقص 16 بهاي الحالة بنقول السالب 16 للطرف الثاني صارت عندي 4 قوة سين بتساوي موجب 16 هون عشان أقدر أحلها بدي أجي أسأل حالي 16 هل بقدر عملها على صورة 4 لها قوة؟ أكيد 16 هي عبارة عن 4 تربيع صار عندي صار عندي الأساس متساوي فأكيد الأس لازم يكون متساوي قيمة سيني بهاي الحالة بتساوي 2 فصار عندنا المقطع السيني عبارة عن 2 و 0 نيجي على المثال رقم 3 قاف السين بتساوي 4 قوة سين زائد 16 باجي بحكي هون عندي الإختران الأسي المعامل بالنسبة أنه موجب فباجي بحكي المجال هو عبارة عن مجموعة الأعداد الحقية وزي ما اتفقنا بما أنه موجب المدى بالنسبة أنه سيكون من 0 للمالة نهاية بس ما ننسى عندي زائد 16 هاي الزائد 16 بجمحها للمدى هاي الزائد 16 زائد 16 فبصير بالنسبة للمدى 0 زائد 16 هاي 16 وزي ما حكينا المالة نهاية زائد أي عدد أو ناقص أي عدد تبقى كما هي مالة نهاية ظل علينا إيجاد المقطع السيني والصادي لهذا الإختران باجي بحكي المقطع الصادي عشان نقدر نوجده بدي أعوض مكان سين 0 فهون منيجي منحكي قاف السفر تساوي 4 قوة 0 زائد 16 4 قوة 0 هي عبارة عن 1 زائد 16 بطلع عندي الجواب 17 فبالنسبة أنه المقطع الصادي هو عبارة عن النقطة 0 17 ظل علينا إيجاد المقطع السيني المقطع السيني لازم قيمة صادي بتساوي 0 عشان نقدر نحلها فباجي بحكي قاف السين بتساوي 4 قوة سين زائد 16 مكان قاف السين بدأ عوض صفر صار عندي 4 قوة سين زائد 16 بدنا ننقل 16 للطرف الثاني فبتصير عندي 4 قوة سين بتساوي سالب 16 باجي بسأل حالي في قوة أو عدد مكان سين بقدر أعوضه بعطيني الجواب سالب 16 أنا بعرف لو عوضت مكان سيني 2 بطلع عندي 4 تربيحي 16 لكن ما في أس بقدر أعوضه مكان سين أو عدد إن عوضه مكان سين يطلع لي الجواب بالإشارة السالبة ففي هذه الحالة أيضا لا يوجد مقطع سيني نيجي على المثال رقم 4 معطينا قواة في السين بتساوي سالب مضروب في الاثنين قوة سين زي ما حكينا عشان نوجد المجال والمدى بالنسبة إلي المجال دائما مجموعة الأعداد الحقيقية المدى بما إنه الاقتران معامل سالب فبيكون بالنسبة إلينا من سالب ما لنهاية للسفر باجي بحكي مجموعة وما تروح له عدد لا معناته بالنسبة إلي المدى من سالب ما لا نهاية لسفر هسنا نوجد المقطع الصادي باجي بحكي المقطع الصادي معناته مكان كل سين بتدعوض قيمتها سفر فبيصير عندي قواة في السفر تساوي سالب 2 قوة سفر وتساوي الاثنين قوة سفر قيمتها واحد السالب بتنزل زي ما هي فصار عندي الجواب سالب واحد فبالنسبة إلي المقطع الصادي هو عبارة عن النقطة سفر سالب واحد ضل علينا إيجاد المقطع السيني فباجي بحكي المقطع السيني الصاد لازم تساوي سفر هاي قواة في السين بتساوي سالب a2 قوة سين مكان قواة في السين بدنا نعود سفر صار عندي بتساوي سالب 2 قوة سين لو قسمنا الطرفين على سالب واحد لنتخلص من الإشارة السالبة فبيصير عنا سفر بتساوي اثنين قوة سين منيجي منحكي شو العدد اللي بدي عوضه مكان سين بطلع لي الجواب قيمته سفر الاثنين ما بقدر أرفحها لأي قوة يعطيني الجواب سفر لو كانت عندي قيمة سين سفر بتصير عندي اثنين قوة سفر بتساوي واحد ولا تساوي سفر إذن بهاي الحالة أيضا لا يوجد مقطع سيني بالنسبة لنا المسألة رقم خمسة قاف السين بتساوي أربعة ناقص اثنين قوة سين زائد واحد زي ما حكينا هون الحل لإيجاد المجال والمدى المجال زي ما اتفقنا مجموعة الأعداد الحقيقية المدى نجي منحكي هاي عندي الاغتران الأسي الإشارة له سالبة زي ما اتفقنا المدى بيكون بالنسبة لي من سالب ما لا نهاية للصفر لكن هذا الاختران مجموع له عدد اللي هي الأربعة الأربعة إشارتها موجبة فباجي بحكي زائد أربعة زائد أربعة فالمدى بالنسبة لي من سالب ما لا نهاية للأربعة سالب ما لا نهاية زائد أو ناقص أي عدد تبقى كما هي سالب ما لا نهاية الصفر زائد أربعة طلع عندي الجواب أربعة ظل علينا إيجاد المقطع الصادي قلنا منعوض مكان كل سين بتساوي سفر فبيصير عندي قواف السفر بتساوي أربعة ناقص اثنين قوة سفر زائد واحد وتساوي أربعة ناقص اثنين قوة سفر زائد واحد واحد وتساوي أربعة ناقص اثنين قوة واحد قيمتها اثنين فبيطلع بالنسبة لي الجواب اثنين بهاي الحالة بيكون عندنا المقطع الصادي عبارة عن النقطة 0 2 نيجي هون نوجد المقطع السيني قلنا المقطع السيني صاد تساوي 0 فباجي بحكي قاف السين بتساوي 4 ناقص 2 قوة 10 زائد 1 مكان قاف السين بدنا نعوض 0 فبصير عندي 4 ناقص 2 قوة 10 زائد 1 عشان اقدر احلها السالب 2 قوة 10 زائد 1 بنقولها للطرف الثاني بتصير عندي الاشارة موجبة فبتصير 2 قوة 10 زائد 1 تساوي 4 هون هل بقدر اكتب الاربعة على صورة 2 مرفوعة لقوة هذا اشهي اكيد فبتصير عندي 2 قوة 2 2 تربيحي عبارة عن 4 صار عندي الاساس متساوي فالمفروض القص يكون متساوي باجي بحكي سين زائد 1 بتساوي 2 وبحلها حل عادي ناقص 1 للطرفين بطلع عندي قيمة سين بتساوي 1 بهاي الحالة المقطع السيني رح يكون بالنسبة انها 1 صفر نيجي على هذا النوع من الامثلة طالب مننا اكتب قاعدة الاقتران الاساسي الذي على صورة قاة في السين بتساوي 1000 ضرب با قوة سين زائد 1 معطيني المقطع الصادي 6 وبقولي بمر بالنقطة 1 24 هون عشان اقدر اكتب قاعدة الاقتران الاساسي معناها لازم اوجد قيمة 1000 وقيمة با هاي الحالة انا بقدر اكتب قاعدة الاقتران الاساسي اول اشي من المعلومة اللي معطينا اياها المقطع الصادي 6 في المقطع الصادي كلنا منعرف انه قيمة سين 0 ومقطع صادي 6 معناه قيمة صاد 6 وهاي بستخدمها كنقطة في الحل فبنيجي منحكي بالنسبة ان النقطة الاولى 0 6 هاي السفر بتمثل قيمة سين هاي الستة بتمثل قيمة صاد فباجي بحكي الاغتران عندي قاف السين بساوي 1000 ضرب با قوة سين زائد 1 مكان سين منه نعود صفر فبيصير عندي قاف السفر بتساوي 1000 ضرب با قوة سفر زائد 1 وزي ما احنا عارفين سين قيمتها صفر صاد قيمتها 6 مين هي صاد هي عبارة عن قاف السفر فبتصير عندي 6 بتساوي 1000 ضرب با قوة سفر زائد 1 اللي هي با صارت عندي هون معادلة اولى لو بدي اخلي احد المتغيرين موضي على القانون نيجي بنحكي 1000 بتساوي 6 على با وهاي اوجدت اول معادلة باستخدام المعلوم اللي حكي لنا اياها انه المقطع الصادقي يمتو 6 بقلنا ايضا هذا الاغتران يمر بالنقطة 1 24 هاي عندي 1 24 هاي عبارة عن سين وهاي عبارة عن صاد او قاف السين فباجي بحكي يعني قاف الواحد بساوي 24 قاف الواحد نعوضها تصير عندي 1000 ضرب با قوة 1 زائد 1 بتساوي 24 نيجي بنحكي 1000 ضرب با قوة 1 زائد 1 2 فبتصير عندي با تربيع بتساوي 24 بالنسبة لنا هون صارت عننا 1000 ضرب با تربيع بتساوي 24 هون لو بدي اكتبها بدلالة المتغير صارت عننا هون معادلة رقم 2 هس هون باجي بعوض المعادلة رقم 1 في المعادلة رقم 2 1000 اللي هي قيمتها 6 على با صارت عندي 6 على با ضرب با تربيع بتساوي 24 هون بقدر اختصر با مع التربيع صارت عندي 6 ضرب با بتساوي 24 بقسمة الطرفين على 6 على 6 قيمة با بالنسبة انها بتساوي 4 هاي اوجدنا قيمة با ظل علينا ايجاد قيمة 1000 فباجي بحك 1000 بتساوي 6 على با با اللي هي قيمتها 4 صارت عندي 6 على 4 فبالنسبة انها 1000 شو بساوي بقدر اختصرهم ال6 وال4 هون عندي على 2 بظل 3 على 2 بظل عندي 2 فقيمة 1000 3 على 2 هون ظل علينا بس اكتب قاعدة الاقتران الاسي هي قاف السين بساوي مكان 1000 بدي اكتب 3 على 2 ضرب با اللي هي طلعت معي قيمتها طلعت معنا 4 قوة سين زائد 1 وبهاي الطريقة انا خلصت حل هذا السؤال نيجي على المثال رقم 2 بقول لي اكتب قاعدة الاقتران الاسي قاف السين بتساوي 1000 ضرب با قوة سين ناقص 1 بقول لي المقطع الصادي 6 وزي ما حكينا المقطع الصادي معناته هاي المعلومة بتعطيني نقطة المقطع الصادي يساوي 6 معناته انا عندي نقطة اللي هي 0 و 6 وبقول لي بمر بنقطة التقاطع المستقيمين صاد ناقص سين تساوي 1 2 سين زائد صاد بتساوي 4 باجي بحكي هاي صاد ناقص سين بتساوي 1 2 سين زائد صاد بتساوي 4 ايش يعني يمر بنقطة التقاطع المستقيمين معناها انا عندي معادلتين بحلهم حل عادي خلال هذا الحل بقدر اوجد نقطة هاي النقطة هي اللي رح تساعدني في ايجاد قيمة الف وباء لو اجينا حكينا هون عندي هذول المعادلتين لو بدي أحلهم حذف وتعويض وطرحت المعادلتين من بعض فبيصير عندي صاد ناقص موجب صاد هاي صاد وناقص صاد اختصرتهم سالب سين ناقص اثنين صار عندي سالب ثلاثة سين واحد ناقص اربعة هاي بتساوي سالب ثلاث بقسمة الطرفين على سالب ثلاث على سالب ثلاث قيمة سين بالنسبة انه قيمتها واحد وهيك انا اوجدت قيمة المتغير سين اللي هو واحد قيمة سين واحد هاي صاد ناقص واحد بتساوي واحد زائد واحد للطرفين صارت عندي قيمة صاد بتساوي اثنين معناته بالنسبة لي نقطة تقاطع المستقيمين هي عبارة عن النقطة واحد اثنين كيف بدنا نستخدم هاي النقطة في الحل نشوف كيف بالنسبة ان المقطع الصاد زي ما حكينا بساوي ستة اعطتني النقطة سفر ستة فباجي بحكي قاف السفر بتساوي ستة قاف السفر الف ضرب قوة سفر ناقص واحد بتساوي ستة فبتصير عندي الف ضرب قوة سفر ناقص واحد سالب واحد بتساوي ستة قلنا لما يكون عندنا الاس سالب منزلها على المقام فبتصير عندي الف على بتساوي ستة بالنسبة انها هاي النقطة سين قافل سين أو صاد فباجي بحكي قافل واحد بتساوي اثنين فبنيجي منعوض ألف ضرب با قوة واحد ناقص واحد هاي كلها بتساوي اثنين فباجي بحكي ألف ضرب با قوة واحد ناقص واحد هي عبارة عن سفر با قوة سفر قيمتها واحد بتساوي اثنين بهاي الحالة طلع مع قيمة الثابت ألف بساوي اثنين ظل علينا نعوض ألف قيمته في المعادلة الأولى لإيجاد قيمة با فبتصير أنه ألف على با بتساوي ستة إحنا بنعرف أنه قيمة ألف بتساوي اثنين صارت عندي اثنين على با بتساوي ستة نعمل عملية الضرب التبادلي صارت عندي ستة با بتساوي اثنين على ستة على ستة بالنسبة أنه با بتساوي واحد على ثلاث فبالنسبة أنه هون قاعدة الاغتراني الأس رح تكون على صورة قاف السين بساوي ألف قيمتها طلعت معنا ثنين ضرب با طلعت معي قيمتها واحد على ثلاث الأس سين ناقص واحد نيجي على آخر موضوع في درسنا الاغتران الأس الطبيعي بقولي الاغتران الأس الطبيعي قاعدته بتكون على صورة قاف السين بتساوي ها قوة سين ها بالنسبة أنه هو عبارة عن العدد النيبيري هذا العدد النيبيري له قيمة تقريبية ها تقريبا بساوي 2.7 معناته أن قاعدة الاختران ها قوسين هي نفسها 2.7 قوسين 2.7 قوسين ها منسميه العدد النيبيري ها هو عبارة عن قيمة تقريبية بتساوي 2.7 في عنا تطبيق كثير مهم على اختران القس الطبيعي اللي هو معادلة النمو والإضمحلال السكاني هاي المعادلة هي عبارة عن عين بتساوي عين السفر مضروبة فيها قوة ألف ضرب نون بحيث أن عين السفر هي عبارة عن عدد السكان الحالي عين هي عبارة عن عدد السكان المتوقع في سنة ما يعني أنا عندي مدينة في عندي عدد سكان ألفين نسمة بدي أحسب عدد السكان بعد مرور ثلاث سنوات فباجي بحكي هاي عين اللي هي عدد السكان المتوقع بعد مرور سنة معينة أو بعد مرور عدد من السنوات ألف بالنسبة إنها هي عبارة عن نسبة الزيادة أو النقصان يعني فعليا هاي المدينة ممكن يزداد عدد سكانها وممكن ينقص نون بقولي هي الفرق السنوات بين السنة الحالية والسنة المتوقعة نشوف كيف بمثال بقولي إذا كان عدد السكان مدينة ما 30 ألف نسمة يتزايد عدد السكان بنسبة 10% جد عدد السكان المتوقعة بعد مرور 20 سنة هون بس علي أعرف إنه عين السفر اللي هو عدد السكان الحالي معطيني إياه هو عبارة عن 30 ألف نسمة بيجي بقولي يتزايد عدد السكان بنسبة 10% ألف هي نسبة الزيادة في عدد السكان سواء كانت زيادة أو نقصان فبالنسبة إلي ألف بتساوي 10% بقولي جد عدد السكان المتوقع بعد مرور 20 سنة معناته قيمة نون بتساوي 20 ظل علينا نعوض في العلاقة اللي هي عين بتساوي عين السفر مضروبة فيها قوة ألف ضرب نون بالنسبة إلينا عين السفر هو عبارة عن 30 ألف ضرب ها زي ما حكينا قيمة تقريبية أو العدد النيبيري اللي قيمته 2.7 مضروبة في ألف ضرب نون ألف عشرة بالمية يعني عشرة على مية ضرب نون اللي هي عشرين باجي بحكي اختصار سفر مع سفر وهون عندي سفر مع سفر صفت عندي بتساوي 30 ألف ضرب 2.7 تربيع حس هون بدنا نوجد قيمة الـ 2.7 تربيع زي ما احنا عارفين باجي بحكي 27 ضرب 27 وعشرين 7 ضرب 7 هي عبارة عن 9 واربعين 7 ضرب 2 14 وعندي 4 بتصير 18 باجي بحكي 2 ضرب 7 هي عبارة عن 14 2 ضرب 2 4 وواحد خمسة فبطلع عندي العدد وعبارة هون 9 12 فبطلع بالنسبة لي 729 لكن عندي انا فاصلة فاصلة عشرية بعد منزلتين هاي فاصلة عشرية بعد منزلتين فصارت عندي القيمة 30 ألف ضرب 7.29 هون باختصر سفرين وبحرك الفاصلة منزلتين فبصير بالنسبة لي 30 ضرب 729 فأنا فعليا ضل علي هاي السفر بنزل زي ما هو الثلاث ضرب 729 قيمتهم نيجي منحكي 729 بالنسبة لنا ضرب 3 ثلاث ضرب 9 هي عبارة عن 27 وعشرين ثلاث ضرب 2 6 واثنين ثلاث ضرب 7 وواحد وعشرين هاي عنا العدد طلع زي ما هو فبالنسبة لي عدد السكان بعد مرور 20 سنة رح يكون عبارة عن 21870 نسمة